في سلسلة اللقاءات الرعوية في محافظة الكرك التقى أبناء رعية القديس جوارجيوس في أدر في لقاء روحي مليئ بالمحبة بحضور عدد من الأباء الأجلاء تحدث خلال اللقاء الراهب سلوان بأسلوبه المميز عن الدور اليومي للصلوات وترتيبها خلال الصوم الأربعين المقدس مذكرا بأهمية الصوم والصلاة للمؤمن التي تجعله يعيش بفرح وسعادة في بيته مع أبنائه وأسرته وتلال لقاء مجموعة من المصابقات الروحية ومائدة محبة مميزة شاركت بإعدادها سيدات الرعية